اوكي موديول نوبر 11 سيسين اي سري ناتورك ديزان تو بهذا الموديول حنتعلم ونشوف انا كنتورك انجينير شو المواصفات شو الكاركترستكس لازم اتايد فيها انا وعم بعمل ديزاني طاعت الناتورك كيف بدي اتايد بالاركيتكتر كيف شكلها حتكون بجعب نذكر سيسكو دايما تعطينا السوليوشن الانسب لديزاين طاعتنا كنتورك وعطيتنا بلاتفورم جاهز وفريمورك جاهز وزبادكم اركيتشور جاهزة حنشوف شي يعني ناتورك خاصة عم بحكي على ناتورك ناتورك شو الكنسيدراشن لازم نخدها نحن عم نعم ديزاين لسكيليبل ناتورك كمان هنضوها ليه وحنشوف هاتورك نتحص او اسيسكو ديفايس لتكركتر او راوتر وكيف انت كياتو انجينير كيف تختار كيف how to select the best feature or best device for the enterprise الذي أشتغل علىها. So section number one, hierarchical network. هذا الترم الآن سنرى نحن نعمل design network أي organization حابة تستفيد من قصة scalability تزيد قصة scalability تزيد management تقيت هذه الorganization إن كان على نظر للترافك to support the critical application to drivers business need to centralize administrative control فwe need to go to structure زبادكم إن كان hierarchical أو إن كان بعد شوائح نشوف كمان في عندي أكتر من تير ممكن نستفيد منه. السيسكو مثل ما قلت لكم دائما يقنوننا the best option in design مثل implement and develop borderless network switched network architecture هذه الnetwork أو هذه الarchitecture مثل ما شايفين بالرسمة عندي هون أنا أحب إشرحكم على الرسمة It's a hierarchical structure hardware scalable based على switch لاحظوا مثلا هون عندي أكتر من campus medium campus small campus تلاحظ بكل campus في عندك switches ومقصّمين بالdata center تلاحظ على distribution على access و plus all this campus can be communicated and interactive via WAN or internet connection أنا أهمني بكل building ستلاحظ كيف مقصّم switch في عندك ما يسمى لما نرى core distribution and access based على أنت شو بدك تستعمل أي tier في عندي two type of tier في عندي three tier three layer يعني three tier layer two tier layer هلا في ناس تستعمل هذه الليلة وفي ناس تستعمل هذه هذه architecture أو هذا design أنا أفضل this one three tier layer اللي بيكون عبارة عن three layer عندك core وعندك access layer بس حتى نفهم شي يعني الـ access layer دائما بيكونوا إذا أردتكم intermediate device اللي هو connected مع الـ end point الـ end device هذه بسميها access layer ومنها بيطلع على distribution ومن الـ distribution بيطلع على core هلا ما أرى كل واحدة شو بالـ two tier layer قالك ليلا أعمل three layers بعمل اثنان وبدمج هالـ two layers مع بعض هلا هيدا الـ concept اللي عميينو هون just two two to conserve وضع لحتى تو وفر مصاري أكيد كباست option من ناحية السيكيريتي من ناحية السيكيريتي ونحية السيكيريتي أنا أفضل لـ three tier layer حسب أنت الـ enterprise الدائما كبيرة وقالنا ثلاثة layer access layer provide access to the user plus هذه الـ access layer بعمل connect مع الـ layer التي يفوقها distribution layer number two التي هي distribution layer أكيد distribution layer بقدر أعمل عليها routing إذا كانت layer 3 switch بعمل QS بعمل بعمل aggregation وبصرة مع core layer بقدر أعمل الـ conheعية بعمل الـ الـ اللي بتسمح لك بعمل several layers حتى outside your network وممكن تعمل لك كمان فضل فيه تقوموا بـ ثري و عادة التو تير يستخدمونها في الكمبيس نتوارك واحدة واحدة تلاحظ انت عندك مجموعين بلاير واحدة وبكل فلور مثلا في عندك اكسس سويتش احظوا لا يوجد غير اكسس لاير اما بالثري تير مثل ما قالنا خاصة بالانتربيز الكبار تكون في عندك الكورد هي عبارة عن كورد سويتش مثلا 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 وهل الكورد موصولة على كل البلدين تحط نقطة وهي نفس الشي هون فهي كنت تتنظم البروزس اي نيو بلدينج مادة تضيفه هون سمبلي بتوصل مثلا هيك لفوق بنوصل مثلا عندك بلدينج انت اي بي سي بي اف تعمل بلدينج جي هون موصولة 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 فهنا نشوف على الرسمي كيف بالزبط بتصير تقسيم زمن غير موصولة فهو شكرا عن Rum تحتها الar complicates ver as- Builder هي Layer Number 3 ومثل ما بتلاحظ دائما Clear number Distribution Layer connected مع الar işte connected مع Coco وفينا نعمل Aggregation هنا بين اعجار على помог هنا نعمل Aggregation هنا مثل vé 다음에 هنا نعمل Raucking قوالية of Service هنا نعمل المانędzie share هنا نعمل �� فينا نعمل كل شي市 اثنين قبل يمكننا أن نطبعها على الأكسس لها. نحن العادة أننا عادة دائما نعملها لنستعملها. يمكننا أن نستعمل ليس فقط لنستعملها. يمكننا أن نستعمل الريضاني. يكون هناك ملتابة يمكننا أن نعمل الوضع. يمكننا أن نعمل مثلاً لنجنب هذه الأشياء. يمكننا أن نعمل البروتوكول ويوجد البروتوكول. كل شيء يمكننا أن نعمله. إذا كنت أنا متأيب بالتعامل أو بالستراتيجي التي تستعمل البروتوكول. عندما أتحدث عن البروتوكول أي هذه الوضع مثلاً يجب أن يكون يكون لديها يوجد عادة مختلفة. هذا البروتوكول. إن كنت تحدث عن تحضر في البروتوكول يكون هناك تشغيل. لا نستطيع أن نذكركم بحالة البروتوكول بالتعامل بحالة البروتوكول لتعامل البروتوكول لأنه يصبح لديك لتحضر لحتى نعمل حالنا من لتحضر لنستعمل البروتوكول. حسناً حسناً عادة تعمل 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 بحالة البروتوكول وأي سنجل ليس بالضرورة أنه ينزل النتوك التانية تنزل بحالة البروتوكول تعمل 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 بحالة البروتوكول بحالة البروتوكول تعمل لا يوجد لا يوجد تعمل بحالة البروتوكول تعمل 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 بحالة البروتوكول بحالة البروتوكول تعمل للبكت استعمله للان ناتورك في مختلفة وكل سيريز باستخدامك او حسب انت شو بدك شو بدك لير تو سويتش بدك لير تو سويتش بدك لير ثري سويتش بدك لير ثري سويتش بدك لير ثري سويتش مثل مثل هم بالرسمي عندي هالسويتش هي لان السيريز طاولة 3850 سيريز اوكي كان سببورت عربة الاستخدامك مع خروجة الإنترذار من شو maneira هنالج ا препن لو ان نستعمل هون القولية دون ناتورك ال pronto عندك لكي لا اعتقد سويتش بدكان مانج م former بينتك شو analyst سويتش مخصوصية theory So you can use i actually play انتج الأضع من الاستخدام كلاود من الوصح مع resto في عادة الاستخدام تكون حسي ملا dana التكالي الـ Cisco Nexus Platform في عندي الـ Virtual Network Switch أو Multi-Tenant كما هي الشكل للـ Platform This kind of switch support virtualization فيك تعمل أنت you can add virtual network virtual interface طبعا هوني يحب يعمل Data Center يستفيد منه نحن نسويته في شيء يأتي مثلا مثل Modular switch أضعه الـ Module فوق بعض أو عبارة عن Modules To increase إذا بدكم الـ number of interfaces وبعض الأحيان ممكن يأتي stackable switch stackable switch ممكن أنا أعمل two switch as one switch وصلهم بعض على stack أو four switch as one stackable stack switch أنت في هذه الحالة تكون عم تزيد number of ports وإذا صار فيه failure في switch تظل الـ connectivity الشغالة بس بينتظره أو الـ functionality للـ switch اللي صار فيها failure في آية stackable switch في special cable منوصلهم ببعض يصيره as one component في term port density عادةً نستعمل لما نشوف الـ specification الـ switch اللي هو عدد الـ port بقلب الـ switch طبعاً كلما زاد الـ port density كلما كان الـ price أغلى كلما كان الـ switch support أو وعندك 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 ففيك أنت تشتري حسب حسب الـ budget بتاعتك كمان بنا نطلع الـ كل الـ switch تتميز بـ الـ الـ كلما كان هذا أعلى كلمة كمان كمان الـ cost أعلى وكلمة أنت الـ processing capability لـ switch أعلى فبيض على أنت كمان متل ما قلنا شو بحاجة أو شو نوع الـ application اللي عم تستعمل أوكي وما ننسى الـ data rate على الـ interface الـ 100 ميجا أو 1 جيجا أو 10 جيجا كمان هتقول لي بيفروم معنا بالـ speed وبيفروم معنا بالـ budget الـ return أيضا أيضا من شيء كالك specification هذا هو power over Ethernet هل هذا الـ switch فيه هذا الـ feature الـ PoE نجاح نذكر interface يعطيك power لـ device يعني أنا فيه يوصل على الـ port مثلا IP phone يأخذ power من الـ port نفس الشيء للكاميرا نفس الشيء الـ access point كمان عندي feature كثير حلوة فإذا موجودة بقلب الـ switch فأكيد بيزيد سعرها بس طبعا أنت هم بتكون عم بتوفر power للـ end devices هالـ switch انت اللي عم تشتريها بدك يكون فيها multi-layer يعني layer 3 مش بس layer 2 تشتغل على مبدأ support الـ application specific integrated circuit كمان هايدي بدك تنتبه لها انت وعم تعمل order لهذا الـ switch خاصة نشتري multi-layer switch بيجعبلك على layer 3 أو layer 2 يعني core أو distribution layer وهنا نستعمل أكتر شيء هذا الـ consideration يجب أن تأخذ during network design cost إذا لديك budget number of interfaces speed features التي تضع بالنسبة لـ switch اتخذهم معين اعتبار port density كما تظهر في devices أنت بحاجة لـ interfaces هل في POE هل في أنت بحاجة لـ power في محل ما هل عندك IP phone عندك access point فلازم تخذها into consideration الـ continuous access to the network should الـ switch provide continuous access to the network port speed سرعة الـ port أيضاً 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 أنت بحاجة لديك محل 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 هل الـ network هل الـ الـ محل 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 أحتاج إلى كم سنة محل 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 بعض الـ switch يأتي modeler أو ينزل إلى module يمكن أن add more function more ports and more tasks على هذا الـ switch فهل سأخذهم into consideration نذهب إلى الـ router الـ router نفس الـ concept أول شيء نحن نعوذ الـ router نجم نذكر الـ functionality الـ router الـ router هي to interconnect different LAN أوكي لخلي LAN تحكي مع LAN أو network تحكي مع different network أو remote network I need for a router أو أو إذا بدكم بأبسط الكلام أنه إذا بحاجة تطلع أنت على الإنترنت بدك router أوكي one minute ومثل ما عنا الـ router أنا بالـ business عندي very important لحط آآ اسمح لكل الـ client أو كل بقلب هالشركة يقدر to access different network إن كانت إنترنت أو إن كانت one connection أو remote network ليس فقط هناك أحد الميزات بالـ router أنه يعمل limitation للـ broadcast domain فبيعمل limit لـ broadcast traffic فهيدي كمان أحد وفينا إلا نستعمله للـ one interconnect geographically separated location آآ وفيك تعمل filtration مثل ما شفنا بالـ access list من شوية باللاب يلي شفناه بالفيديو القديم آآ بتقدر تستخدم تعمل access list على الـ router تعمل filter لأي نوتر يعني فينا استعمله لـ security أكيد هناك design هناك framework في سيريز كل سيريز يستعمل فنكشن معي مثل إذا أحاق تعمل one connection one infrastructure between two branches يمكننا نجيب ASR for 1000 سيريز هذا form factor يستعمل four branches آآ for edges مثلا network edge router يستعمل ASR 9000 سيريز هذا يستعمل بالـ campus بالـ data center بالـ branch كمان service provider ممكن يستعمل بيستعمل سيريز له الـ NCS هذا يستعمل service provider for end-to-end scalable solution في عندي كمان Cisco 1100 series industrial integrated service router هذا يشبه تقريبا الـ wireless home router يجي صغير في قلب وكان بورت مع بورت الـ internet كما ترى هنا بالـ form factor في وان في advanced connectivity option يستعمل هم في عندي ASR 9100 series aggregation service router هذو كمان تزيد الـ port عليهم أساساً هو يستخدم for scalable network edge وفي عندك الـ 5500 series router هذا كمان يستعمل الـ وعلى 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 800 industrial service راوتر شكله أساساً معمول for harsh environment يعني for network or environment التي طبيعتها عادة هي تستخدمها for military هذه هي كلاوتر التي تستخدمها بالجيوش على دبابة بقلب موقع فتتحمل هذه الضربات تتحمل الخطخة بأي بأي فيكل السببات هذا هو عموان الموديول number 11 network design ما يجب تخذ into consideration باختيارة للديفايس باستخدام على non-enterprise موسيقى 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 موسيقى